البداية من سوريا فبينما ينصب الاهتمام على موعد يتذبذب بين القرب والإلغاء لاتفاق أمريكي روسي بشأن سوريا تستمر الاشتباكات في حلب بؤرة الاتفاق فالمدينة تشكل في سلمها وحربها مرآة لفرص أي هدنة يمكن أن تتحقق بين فصائل المعارضة والنظام وحلفائه هدنة لو تحققت بتوافق روسي أمريكي تعرقل عجلة دورانه عصي الحرب لكان أنموذجا يمكن أن ينسحب على بقية المناطق المشتاعلة في سوريا والعكس صحيح فلو تبخرت فرص تحقيق هدنة ولو مؤقتة في حلب لستعرت نيران الجبهات الأخرى ليست المرة الأولى التي يبرز فيها اسم ميليشيا النجباء العراقية في الميدان السوري وتحديدا الحلبية هذه الصور التقطت قبل شهرين فيها يحتفي مسلحون معارضة بأسر العشرات من الميليشيا المعروفة بانتمائها إلى فصائل الحس الشعبي اليوم تتفاخر الميليشيا نفسها بإرسال أكثر من ألف مسلح لتعزيز جبهة حلب وبإقرار متحدثها الرسمية ارتفع أعداد مسلحي الميليشيا العراقية المنخرطين في الميدان الحلبي إلى أكثر من ثلاثة آلاف مسلح تعزيزات لا بد منها فلهيب حلب يزداد حرارة مع مضي الصيف وتبخر أمال الهدنة الموعودة على إقاع دوي تصفية الحسابات والتحالفات عشرات القتلى في صفوف مسلحي حزب الله قالت فصائل المعارضة إنها نالت منهم في ريف حلب الجنوبي خسائر تعني أكثر من مجرد أرقام فالفشل في حلب قد يعني انقلابا في موازين المعركة السورية ككل لصالح المنتصر معادلة فرضتها أقلام إقليمية ودولية واختبرت الأرض صحتها الفشل الممنوع في حسابات الجميع دفع بدمجق لتكثيف هجماتها هنا مدعومة بغطاء روسي أكثر قوة وعزما حسابات متشابكة تنتظر الحسم في حلب فبين رهانات تركيا في الشمال وتلميحاتها بعمليات مرتقبة في العمق السوري وتلميحات رئيسها عن استعداد أنقرة للانخراط في عملية مشتركة مع واشنطن في الرقة مع تمسكها بمطلب المنطقة الآمنة من جهة وبين تلكيء واشنطن وقلق روسيا ومتهات خلافاتهما من جهة أخرى تتخبط الصفقات وتتلعثم مفسيحة المجالة للرياح مختلفة كل يوم لتعصف على حلب وعلى وقع رياح التوافق السعودي التركي الجديد القديم وزوبعة التأييد الدولي لورقة هيئة التفاوض السياسية يبدو أن سفن الحرب ستزداد تخبطا وتيها منذ مدة ونحن نسمع باتفاق وشيك بين الروس والأمريكيين بشأن سوريا يوسف الآن سيذكرنا بأبرز خطوطه العريضة على ما يبدو لفروف وصل إلى جنيف للقاء ديمستورا لا نعرف إذا ما كان كاري أيضا سيتوجه إلى هناك اللقاء يبدو أنه حاسم طالما نتحدث تركيا تقول أنها تريد وقف إطلاق نار قبل العيد المدة باتت قصيرة جدا اليوم غدا سننتظر ماذا سيخرج من هذا اللقاء على كل أن أمريكا تقول أنها تنتظر الرد الروسي على ما تريده الخطة التي وضعتها الخطة لا في سبع نقاط نوجزها مجددا في غرفة الأخبار هنا أمريكا تريد وقف كامل لعمليات النظام في الراموسة في جنوب حلب طبعا هذا الكلام قديم لأنه خلال أيام الثلاثة الأخيرة الجيش السوري سيطر على كل الراموسة يعني اليوم أنها فبالتالي روسيا تقول أنه هذا صار الموضوع فاته زمن صعب أن تعود وتخلي مناطق النقطة الثانية أمريكا تريد السماح بدخول مساعدات الأمم المتحدة إلى كل المناطق في حلب وخاصة مناطق المعارضة المحاصرة طيب روسيا تقول هنا كيف يمكن نتأكد أنه لن تدخل أسلحة خلال هذه المساعدات هنا نأتي إلى النقطة الثالثة نقاط تفتيش عند طريق الكاستيلو لم يتم تحديد من هي الجهة التي ستفتش هذه المساعدات التي يفترض أنها ستدخل من طريق الكاستيلو من الشمال ومن الراموسة من الجنوب ولكن مفروض أن يكون هناك من يفتشها النقطة الرابعة من مطالب واشنطن حول هذا الاتفاق تحويل منطقة طريق الكاستيلو في محيطها إلى منطقة غير عسكرية أو في مصطلح آخر منزوعة السلاح في شمال الكاستيلو وفي شمال حلب النقطة الخامسة نقطة تفتيش شبيهة إلى الجنوب من حلب قريب من الراموسة طالما أن الأمريكيون يريدون دخول مساعدات من الشمال من الكاستيلو ومن الجنوب من حلب فيجب أن تكون هناك نقاط لأنها تريد انسحاب القوات السورية والميليشيات المساعدة لها من تلك النقاط التي سيدخل منها المساعدات نقطة أيضاً في حال نجح وقف إطلاق النار ودخول المساعدات بدون خرق لمدة سبعة أيام أسبوع كامل بعدها يتم أيضاً منع الطيران طيران الجيش السوري من التحليق في سماء حلب وشمال حلب أيضاً يعني سيكون وقف للطيران وأعماله بشكل كامل مفروض أيضاً قبل ذلك لأنه طالما في وقف إطلاق النار لكن بعدها سيكون هناك وقف كشامل للطيران في تلك المنطقة أخيراً في المقابل في مقابل كل هذا أمريكا تقول بأنه ممكن أن تساعد موسكو على ضرب جبهة النصرة وهون موسكو تقول حتى الآن لم نحصل على هذا التأييد فيما يتعلق بهذه النقطة وأيضاً في حال نجاح الهدنة ممكن أن يستأنف الحل السياسي في مفاوضات في جينيف روسيا لديها تحفظات كما قلت مهند على موضوع الراموسة التي سيطر عليها الجيش السوري الكثير من هذه البنود يوسف الآن أصبحت بحاجة إلى إعادة صياغة لأن الميدانيات سبقت كل هذا الكلام الآن عدنا إلى المربع الأول الذي كان موجوداً قبل حوالي شهر ونصف عندما تم فتح ثغرة الراموسة الآن عدنا إلى الوضع الذي كان سائداً قبل ذلك هنا السؤال طالما أنه على الأرض عسكرياً روسيا تقول أنها أقوى في حلب اليوم فهذه النقاط كلها تصر عليها واشنطن وفق ماذا؟ لماذا تستند موسكو في طلبات واشنطن؟ دعنا نستطلع أراء ضيفنا من بيروت الأستاذ فداء عيتاني الكاتب والباحث السياسي مساء الخير أستاذ فداء مرحباً بك معنا في غرفة الأخبار نتحدث عن المتغيرات الميدانية في معركة حلب كيف ستؤثر هذه الميدانيات برأيك على مضمون أي اتفاق أمريكي روسي قد يكون وشيكاً في الأيام القادمة؟ يعني أولاً نحن ما وصلنا لمرحلة بداية الحل أو السير في التفاوض بالعكس نحن إذا تلاحظ مهند نحن نرجع رجوع من مفاوضات شاملة حول كل سوريا والوضع السوري في جناف واحد واثنين ولاحقاً إلى تفاوض حول نقطة حول منطقة حول أسبوع من الهدن ويأخذ كل هذا الوقت كل هذا الجهد طبعاً الروس يعرفوا منيح أنه أنه بعاد عن الوصول إلى نقطة وسطية أو نقطة لتفاهم مع الأمريكيين وبالتالي لازالوا مقتنعين أنه الميدان يحدد أولاً يعني بالتتابع هني عم يعملوا هذا الجهد الناري هذا الجهد القتالي لا يقولوا للأمريكيين أنه الأرض تحكم بغير ما تقولون مش صدفي أنه اليوم تم إسقاط الراموسي كل هذا الضغط كل هذا يعني كل هالكسافة النيراني اللي استخدمت لإسقاط الراموسي بساعات قليلة بعد أسابيع طويلة من المحاولات التوقيت التيعه هو توقيت سياسي بامتياز تتوصل رسالة واضحة إلى واشنطن واليوم نشوف ما سيحدث بالاجتماع طيب هنا النقطة يبدو على الأرض أن المعارك ثقل المعارك وكأنه انتقل من الاهتمام في حلب إلى موضوع جرابلوس ودخول تركيا هناك وربما المنطقة الآمنة والجيش الحر الذي يريد أن يتوسع في تلك المنطقة وكأنها محاولة من الأطراف المعارضة الذي ينقل ثقل الصراع إلى تلك المنطقة لأنه حلب هناك من ينتقد في المعارضة أو من المسلحين الدعم التركي لحلب في البداية ومن ثم الآن يقال بأنه لو انقطع هذا الدعم ما أدى إلى سقوط الراموس هل هناك تغيير في المواقع على الأرض؟ لا بالحقيقة يمكن الصورة شوي مختلفة عن اللي تتفضل فيها لأنه اللي قاموا فيه الإسلاميين المتشددين وخاصة تحديدا يعني جيش الفتح ثالث يوم بعد إسقاط منطقة الكليات والوصول إلى التقاطع مع منطقة الراموسي اللي هي عمليا جيش حر يعني اللي حرر راموسي جيش حر جيش الفتح طلع أعلان كبير بأنه هو وحده من حرر منطقة ومن كسر الفصارة من حلب هذا الشيء أدى ل يعني مشاكل إضافة أنه الزخم التركي في دعم العمليات توقف لحظة فتح الطريق ما بين الراموسي والكليات يعني بهذه اللحظة اللي تم فيها الالتقاء بين الأوتان الرئيسيين الأتراك تلقائيا وقفوا راحوا بتفاوض يعني خلينا نقول راحوا بتفاوض تكتيكي واسع مع الروس ومع الإيرانيين ومن بعد بأربعة أيام تماما كانوا عم يدخلوا على داخل سوريا وبالتالي وأخذوا معهم كميات يعني كميات من الفصائل الصغيرة والمتوسطة من الجيش الحر وأدخلوها بالمعركة بسوريا من الجهة الثانية أولا باتجاه داعش ثم باتجاه الأكراد بحيث يناسبهم الوضع فخلينا تحطى نقرأ صح هذا أصدق أنه طالما تركيا أخذت بالتكتيك دخلت جرابلوس ما عاد اهتمامها قائم كما كان سابقا في حلب هذا ما قصدته ربما هل هذا صحيح؟ تماما بس أنا كمان بدي أحطها بطريقة تانية يعني هي لأنه شوي صورة متشابكة خلينا نقول أنه تركيا استثمرت في حلب لحد ما حققت المطلب بتاعها بالدخول إلى الأراضي السورية وإنشاء المنطقة الفاصلة ما بين منطقتين الأكراد عفرين والمنطقة الشرعية طيب فداء الآن باستعادة النظام وحلفاءه لكل المناطق التي خسرها في معركة الرموسة إذا جاز وصفها بذلك هل بات الاتفاق الأمريكي الروسي وشيكا؟ هل العودة إلى الخطوط التي كانت سائدة قبل شهر أو شهر نصف يسهل مسألة التوصل الاتفاق بين موسكو وواشنطن؟ أولا اللقاءات الأمريكية الروسية كانت تفشل بالوقت الذي كانوا الأمريكيين مفترض بوضع أفضل عبر انتصارات خلفائهم أو عبر انتصارات القوى التي يدعموها والورقة التي تتحدث عنها صارت خلفنا النقاط السبع التي كانت متفق عليها أو التي كانت حاولها الأمريكيين يتفقوا مع الروس عليها صارت خلفنا بقى التفاهم الكبير بين الأمريكيين والروسي هو أن نلاقي حال سياسي لسوريا تفصيله حتما اليوم صار أصعب على الأمريكيين لا أعرف ممكن أن يقدموا الأمريكيين للروس لأنه صار في فاتورة طويلة بدأت تقدم للروس للإيرانيين للأتراك ولغيرهم من القوى لا أعرف إذا الأمريكيين اليوم بعد تدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية بعد الوضع الذي يدعموها دموقراطيين فيه بداخل أمريكا لا أعرف إذا أدري أن يقدموا فواتير في داء هنا هل تركيا أصبحت اليوم في وضع أصعب شوي لأنه إذا ما انفجرت المفاوضات وعدنا إلى خيار التصعيد على الأرض بعد تفاهمها التكتيكي مع روسيا والذي بين قوسين أخذت ثمنه في جرابلوس هل عاد ممكن أن تدعم الخيار في حلب أو أن تعود للدعم الفصائل هناك في حلب أم أنه علاقتها مع روسيا الآن ستكبل يديها بعدما دخلت جرابلوس يعني تنكون صراحي تركيا عم تبيع بالقطعة مش بالجملة وبالتالي هي يعني تعطي شاق مالي واشنطن تعطي شاق مالي للروس حتى في كمية من المصالح تجمعها بالإيرانيين يمكن مش داخل سوريا ولكن هي يعني مش بعيدة عن إيران عن طهران وبالتالي يعني فيه تحليل بيقول أنه تركيا دخلت بحق للوحل أو بمغتص للوحل ولكن لليوم ما فيك تقول هيك عن تركيا تركيا اليوم تحقق جزء من طموح صار له خمس سنين اللي هو المنطقة أو الحزام الأمني التركي داخل سوريا هذا طموح خمس سنين عم بفتشوا عنه الأتراك وعم بحاولوا يحققوا اليوم أول مرة بدأوا بتحقيقه قدام ممكن يكون ورطة لقلهم أنا بقيت بحسن إدارتهم خاصة يعني بعض الانقلاب وما قبل الانقلاب حتى يعني تصريحاتهم نحن بدنا نخفف مستوى المشكلات بالمنطقة بما فيها إسرائيل وسوريا حسن إدارتهم السياسية لا دخولهم والمصالحهم بسوريا بعد أنه سيجعلهم شوي بعاد عن المغتص على الأقل مؤقتا نعم طيب فدأ بداس لك عن الرؤية التي تقدمت بها المعارضة خارطة الطريق التي طرحتها هيئة التفاوض الهيئة العليا للمفاوضات البعض يقول أنها جاءت في توقيت سيء لارتباطها بهذه التطورات الميدانية يعني الآن النظام استعادة التقاط أنفاسه في هذه المناطق وعادت المناطق التي خسرها في منطقة حلب وبالتالي تقديم هذه الرؤية هذه الخارطة في هذا الوقت بالتحديد لم تكن يعني التوقيت لم يكن بالتوقيت الأمثل ما رأيك يعني مهند أنت بتعرف أنه على الأقل أنت بتابع منيح يعني آخر سنة أو سنة ونص أو حتى خلينا نقول سنتين بسوريا الأمور كتير متحركة وخطوط الجبهات كتير متداخلة ومتحركة يعني ما في جبهة سابتي لأكتر من سنة وخاصة يعني المناطق اللي فيها توتر حقيقي واللي فيها نزاع حقيقي يعني عم نحكي عن جبل التركمان على السواحل عم نحكي عن حلب عم نحكي عن حمص عم نحكي عن محيط دمشق حتى بمناطق بجنوب سوريا يعني الخطوط الرئيسية للصراع المناطق المتنازعة عليها هي مناطق أخدوا رد ممكن تسقط ممكن تتحرر وبالتالي أي وقت اللي طرحت فيه هائق العليا للتفاوض ورقتها حيكون فيه رد ميداني عسكري غير مواقع تالي هيا أولا ثانيا كمان خلينا نكون واقعيين فيه مسئلتان أول مسألة أنه ميزان القوى من يوم التدخل الروسي لليوم هو بغير صالح أي ورقة سياسية للمعارضة أو للثورة ثاني نقطة أنه بهذا الواقع أي ورقة بدأت تطرحها المعارضة هي ورقة غير واقعية غير قابلة للتنفيذ قبل ما يدخل الروس كان بشار الأسد متعنت إلى الحد اللي بيروحوا مفادينه على المفاوضات وبيحكوا عن دقن وشكل يعني ما بوارد يعملوا مفاوضات جدية بعد تدخل الروسي تقريبا المفاوضات هي مفاوضات مؤجلة ومكلف فيها الأطراف الأقوى فشو دور ورقة من هالنوع بهيك وضع شكرا جزيلا لك الأساد فداء تاني الكاتب والباحث السياسي كان معنا مباشرة من بيروت ترجمة نانسي قنقر